دعت مصر دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية والوقوف على الجانب الصحيح للتاريخ وقد حملت في كلمتها التي ألقاها مندوب مصر أسفير محمد مصطفى عرفي في افتتاح اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين حملت سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية عن الاجتياح المحتمل لمدينة رفح الفلسطينية مما ينذر بإفشال جهود وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لقطاع غزة ويدفع لحدوث تبعات جسيمة على الجميع بما فيها إسرائيل أؤكد في مستهل كلمتي أن الموجف المصري واضح بجلاء منذ بداية الأحداث استرفض مصر وتدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية السافرة الوحشية على قطاع غزة وتحمل سلطات الاحتلال الإسرائيل الآن المسؤولية الكاملة عن الاجتياح الميداني المحتمل لمدينة رفح الفلسطينية الأمر الذي ينذر بإفشال الجهود الحسيسة التي تستهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنفاز الهدى الإنسانية وإدخال مساعدات الغازة إلى قطاع غزة ويدفع الأمور إلى كارثة إنسانية محدقة زاد تبعات وخيمة للغاية على الجميع بما فيهم إسرائيل